اشتركوا في القناة انتقل عدد المشتركين عبر الانترنت حسب حصيلة اتصالات الجزائر عبر الهاتف الثابت من 3.5 مليون أسرى إلى نحو 5.3 مليون فيما بلغت نسبة الانتشار 60% خلال سبتمبر 2023 يبقى التحدي دائما مطروح الاتصالات الجزائر لابد أن تعنى بعناية كبيرة من الحكومة الجزائرية بشي تساعدها في توفير هذه البنية التحتية وهذه الخدمات من نوعية الجيدة حتى الجزائر تنجح في استراتيجيتها وبرنامجها لرقمنة القطاعات كلها كما بلغ عدد الاشتراكات للانترنت النقال نحو 45 مليون أي بنسبة 100% من الساكنة علما أنه كان لا يتجاوز 37 مليون مشترك مطلع سنة 2020 وهذا بهدف السماح لجميع المشتركين للاستفادة من تحسن نوعية الخدمات بصفة ملموسة وفيما يخص معدل حجم البيانات المستهلك عبر النقال فقد عرف تحسنا كبيرا إذ قدر بـ 8.6 جيجابايت وهو رقم قياسي مقارنة بما كان عليه سنة 2020 إذ كان يقدر بـ 3.7 جيجابايت بداية سيد هدف ما هي قراءة هذه الأرقام؟ بالله الرحمن الرحيم نظن أنه هذه المؤشرات هي جد إيجابية وهي دلالة على العمل الكبير اللي قامت به وزارة البريد والصلاة التلكية واللسلكية في السنوات الماضية وتعطي مقارنة بين سنة 2020 وسنة 2023 وحتى تستر أهداف لسنة 2024 وبالتالي خلي نقول أنه كان فيه قفزة نوعية وحتى من الكم في مجال تكنولوجية الاتصال بما يخص الانترنت بسيغتيه التابت والنقال وبالتالي نظن أنه فيه عمل كبير قامت به الوزارة ومن خلال الوزارة شركة الاتصالات للجزائر اللي أصبحت اليوم رائدة في مجال التكنولوجيات الرقمية وتكنولوجيات الاتصال ويعني المسار ما زال يعني لأنه اليوم التحدي هو أنه نواكب السرعة اللي تعرفها يعني التحولات في مجال التكنولوجيات الرقمية وخلي نقول اليوم نتكلم على التكنولوجيات الحديثة وتكنولوجيات المستقبل وبالتالي أيضا يجب حتى في هذا المفاهيم اليوم يجب أنه نواكب يعني المفاهيم اللي أصبحت تتداول اليوم نقول أنه أيضا أصبحت يعني هذه التكنولوجيات من الأساسيات اليوم ومن الركائز يعني إلى تأسيس مجتمع رقمي أولا نجيها وتأسيس إلى ما يسمى باقتصاد المبني على المعرفة اللي يرتكز أساسا على التمكن والتحكم في التكنولوجيات الرقمية نعم في هذه النقطة فقط سيدها دفع حسب الأرقام يعني هناك نسبة انتشار الاتصال بالأنترنت الثابت وصل حتى 60% من إجمال الأسر الجزائرية بعدما كان يقتصر على 40% في 2020 نعم يعني خلي نقول نذكر أنه هذا في ثلث سنوات قفزنا ب20% بالتالي يعني حمل كبير اللي قامت بيها يعني الهيئات المكلفة بتعميم الأنترنت في الجزائر لأنه حتى 2020 كانت يعني التقياد يعني إلا 40% من الأسر الجزائرية واليوم نتكلم على 5.3 مليون يعني مشترك مما يعني يعني يغطي 60% من الأسر الجزائرية وفيه هداف أنه نوصل حتى ثلثي يعني هذا الأسر وبالتالي يعني أمر مهم أنه الجزائر تسبح يعني عندها هذا التغطية في مجال الأنترنت لأنه كما قلت ونأكد يعني هذه الأرقام هي داعمة لأمور أخرى اللي هي في مجال التعليم في مجال الصحة في مجال يعني الحياة اليومية للمواطن وحتى في مجال الاقتصاد نعم ماذا عن سرعة تدفق بالأنترنت عند التحميل يعني هي انتقلت حسب بيان اتصالة الجزائر دائما خمس مرات خلال نفس الفترة يعني من 2020 حتى 2022 يعني ما تعليقك على ذلك؟ شي جد مهم خلينا قبل ما نتكلم على سرعة التحميل خلينا أيضا نذكر يعني بنتاقة التردد الدولي يعني اللي يشهد يعني قفزة نوعية من 1.5 تيرة إلى 7.8 تيرة والأهداف تمشي إلى 9 تيرة بايت يعني هذا من يعني يجعل الجزائر من الدول اللي عرفت نمو يعني أكبر نمو في القارة الإفريقية وحتى على مستوى المنطقة يعني العالم العربي والبحر الأبيض المتوسط وبالتالي هذا يعني دلالة على أنه فيه استثمار كبير في هذا المجال وأيضا فيه يعني عناية قصوى بالنسبة لتكنولوجية الاتصال ولما نتكلم على إرقام يعني سرعة التحميل أيضا يعني انتقلت يعني من 2 ميجا يعني كسرعة دنيا إلى 10 ميجا في ثابت يعني كسرعة دنيا وهذا أمر جد مهم يعني بالنسبة وبدون يعني أطر مالي يعني خلينا أكد عليها أنه لما التقلنا من 2 إلى 10 ميجا يعني كسرعة دنيا يعني بدون أطر مالي لا يوجد زيادة في السعر يعني للاشتراك في نفس الوقت حتى في السرعة القصوى كان فيه نقلة كبيرة يعني من 100 إلى 300 ميجا بايت في الساعة وهذا أيضا دلالة على أنه فيه استثمار كبير في هذا المجال وراهي يمكن اليوم أنه بهذه السرعة كثير من يعني الخدمات أنه تكون بصفة عادية وبصفة منتضمة ونقول أنه قضينا على نسبة كبيرة ليس على كل المشاكل اللي كنا نعيشوها في مجال سرعة الأنترنت ويعني إمكانية الحصول على الأنترنت ولكن بنسبة كبيرة والتحديات والرهانات اليوم لازالت يعني قائمة وحتى الوزارة القائمة والسلطة المكلفة بيعني ضبط البريد ومجلة الاتصال وكذا اتصال الجزء الكل يكلم على أنه فيه عمل لازال قائم خاصة فيما يتعلق بإيصال الألياف البصرية اليوم فيه برنامج يعني كبير في هذا المجال وهو تحويل الإيصال من الخطوط السلكية النحاسية إلى الألياف البصرية وهذا الشيء راح أيضا يمكن من يعني تقريبا مليون مشترك يعني 900 ألف يعني مشترك هذا رقم مهم والبرنامج متواصل ونظن أنه اليوم يعني زيادة إضافة على هذا خلينا نقول أنه حتى على مستوى يعني تهيئة الإقليم فيه اليوم من الخط الألياف البصرية ليمشي من الشمال إلى أقصى الجنوب وحتى ماشي إلى بعض الدول الإفريقية وهذا دلالة على أنه فيه يعني برامج لتطوير مجال تكنولوجية الاتصال إلى مستوية أعلى لأنه اليوم نحن مع هذه المرحلة نتمنى أنه قريبا نحن نمشي إلى يعني خاصة في ما يتعلق بالإنترنت أنه قال يعني إلى الجيل الخامس إن شاء الله اللي راح يمكن أيضا للمستعملين من المواطنين وحتى خاصة خاصة من المؤسسات الاقتصادية أنها تكون عندها يعني تكنولوجية الاتصال عالية لأنه اليوم نتكلم على أنترنت الأشياء الانترنت of things الـ IoT نتكلم على الذكاء الاصطناعي نتكلم على الحوسبة يعني السحابية كلها تحتاج إلى بناء تحتية من الأنترنت عالية التدفق وبالتالي نظن أنه يعني مع هذه الجهود اللي تقوم بها اتصالات الجزائر وكما كان قال الأستاذ يعني يونس قرار أنه هذا يعني يطلب أيضا دعم ومرافقة لمؤسسة نحن لمؤسسة لأنه عندها يعني واجب الربحية من جهة وواجب الخدمة العمومية من جهة أخرى خليني نذكر أنه في بعض المناطق يعني في الجزائر اللي هي تعتبر دولة كقارة يعني من شسعتها في بعض المناطق ليس هناك ربحية ولكن من الرغم من ذلك اتصالات الجزائر قامت بوضع حلول يعني على حسب خصوصيات المناطق يعني اللي هي نائية يعني مناطق بعيدة اللي قامت بوضع حلول من أجل إيصال الانترنت ومن إيصال الهاتف إلى هذه المناطق وبالتالي نرى أنه فيه يعني هذا التوازن بين الربحية وتوازن بين الخدمة العمومية وأيضا ما يسمى اليوم إحنا مطالبين أيضا باحتواء ما يسمى بالفجوة الرقمية لأنه اليوم من حق أي مواطن أنه يكون له الولوج إلى الانترنت واستعمال الانترنت وبأسعار معقولة وهذا هو من بين الرهانات التي تعمل عليهم أيضا اليوم الجزائر أنه يكون فيه يعني إمكانية الولوج إلى الانترنت بأسعار يعني معقولة وليس بأسعار مرتفعة كما في بعض الدول يعني في الإقليم هنا نعم هناك نقطة كنت ذكرتها سيد هادف يعني هذا مجال التكنولوجيا يتطور بشكل كبير في العالم نحن فعلا نرى نتطوره كما ذكرت منذ قليل ولكن ما زلنا بعد ربما عما يحدث وما يشهده العالم من تطور كبير في مجل الرقمنا والتكنولوجيا الحديثة ربما ما هي الرهانات التي تواجه الجزائر وما الواجب فعله حتى نتمكن من اللحاق بهذا الرقم نظن أنه يعني فيه عمل أيضا في هذا المجال يعني خلينا نقول أنه فيه يعني إصلاحات مؤسساتية وإصلاحات على مستوى الهيئات الحكومية اليوم عندنا في الجزائر محافظة سامية للرقمنا تم إنشاؤها على مستوى يعني الرئاسة الجمهورية فيه وزارة للرقمنا والإحصائيات فيه وزارة الاقتصاد للمعرفة والمؤسسات اللاشئة وكذا وزارة تعنى بيعني التكنولوجية الاتصال اللي هي وزارة البريد والتصالات السلكية والليسلكية كل يعمل في نفس التوجه لجعل الجزائر مستعدة رقميا وهذا الشيء مهم لأنه كما قلنا من قبل أنه اليوم الرهانة وهو مواكبة سرعة التحول وتطور هذه التكنولوجيات ونظن أنه اليوم يعني إحنا مطالبين أولا على حسب قراءتي أنه نوضع قانون يحضر بهذه التكنولوجيات الرقمية يعني قانون للرقمنا يجب أيضا إنشاء سلطة يعني تعنى بالرقمنا اليوم عندنا سلطة تعنى بالاتصالات الإلكترونية لتعنى بالبريد وبالاتصالات الإلكترونية ولكن اليوم نظن أنه أصبح من الضروري أنه نقوم بإنشاء سلطة تعنى بالتكنولوجيات الرقمية يعني لأنها لها خصوصياتها ويجب وضع الظروف اللي يعني أنها تعمل بسلاسة وبصفة يعني جد فعالة نفس الشيء لازمنا أيضا اليوم استراتيجية وطنية للتحول الرقمي يجب الكل يعمل في هذا التوجه وهذا ما رح يسمح أنه تكون عندنا ما يسمى بالنصوص المرجعية في مجال البنى التحتية الانترنت في مجال صناعة البيانات اليوم نتكلم على صناعة البيانات كمهن قائمة بذاتها يعني من مراكز البيانات من الحوسبة السحابية الكلاود كومبيوتينج وفيه تكنولوجيات جديدة اليوم اليوم نتكلم على الاتج كومبيوتينج يعني في مجال صناعة البيانات نفس الشيء بالنسبة للأمن السيبراني اليوم أصبح من الضروري أن تكون عندنا يعني نصوص مرجعية بالنسبة للأمن السيبراني نفس الشيء اليوم إذا كان حبينا أنه نواكب ما هو معمول به عالمياً يعني ونصبح يعني مستعدين رقمياً أصبح من الضروري أنه نستعمل نفس التكنولوجيات خاصة لما نتكلم على يعني اليوم عندنا الانترنت ولكن هل هذا الانترنت هو في خدمة يعني المواطن من خلال تحسين الخدمة العمومية من خلال تحسين الأداء الاقتصادي يجب أنه اليوم هذا يعني كل هذه الإنجازات يجب تكون لها يعني معنا في الميدان وبالتالي أصبح من الضروري أنه تكون عندنا الحوكمة الإلكترونية يعني من خلاله تكون عندنا إدارة إلكترونية إدارة رقمية لما المواطن يذهب يعني إلى أي إدارة تكون له يعني تهولة في ولوج الخدمات ليس يعني بالضرورة أنه يكون يعني شخصياً يعني متواجد مادياً متواجد في الإدارة ولكن من خلال اليوم التكنولوجيا يعني فيه تكنولوجيا متعدة سبيل المثال الإكسرودي يعني ليسمح بالتشغيل البيني للأنظمة المعلوماتية يعني كنت يعني هذه الأيام شفت صدور مرسوم تنفيدي اللي عمم استعمال رقم التعريف الوطني الوحيد اللي هو مكسب كبير بالنسبة للمشروع التحول الرقمي في الجزائر وبالتالي يجب اليوم أنه نستغل هذا يعني القرار اللي يخذته الحكومة في تعميمه على كل الإدارات وبالتالي اليوم المواطن ما يحتاج أنه يتنقل الإدارة هي من تأخذ المعلومة من المصدر يعني إذا كان فيه يعني ضرورة جلب يعني وطاقة حالة مدنية الإدارة تدخل إلى يعني مراكز الحالة المدنية وتأخذ البيانات نفس الشيء بالنسبة للسجيل التجاري نفس الشيء بالنسبة للضرائف نفس الشيء بالنسبة للضمان الاجتماعي وبالتالي هنا نرى أنه يعني هذه الأرقام تولي عندها معنى ويعني تترجم على الحياة اليومية للمواطن المواطن يقول لي يحسب الأرياحية ليس له ضرورة أنه يذهب ويعمل هذا كل يعني طابور من أجل يعني جلب الوتائق ولا ولوج إلى خدمة معينة نعم في نفس النقطة بما أنك تتحدث عن الأرقام وعن ربما هذه الأرقام هل هي فعلا تحكس ربما التحول الذي حدث على مستوى الذهنيات وحتى في منهجية العمل هذا المواطن الجزائري نظن نظن المواطن الجزائري اليوم يعيش في قرية يعني العالم أصبح قرية وبالتالي المواطن يعني يحتاج إلى نفس الخدمات اللي راح يشوف فيها يعني في الخارج وبالتالي هذا ما جعل يعني اليوم السلطات أنها يعني تسرع في هذا المسار يعني من خلال الرفع من سرعة الأنترنت وأيضا من تعميم التكنولوجيات الرقمية في الإدارات لأنه هذه الأرقام فما قلنا هي يعني نقوله نصف المسار ولكن المسار مازال متواصل والتحول الرقمي لن يتوقف يعني حيكون مسار متواصل وبالتالي أصبح من الضروري أنه اليوم أنه نمشي ونجلب أحدث التكنولوجيات وخلي نقول أفضل خلي أنه نصنع التكنولوجيات هنا محالية لما نتكلم اليوم على صناعة المحتوى صناعة المحتوى من التطبيقات اللي رانا نستعملوها من الحلول الرقمية اللي رانا نستعملوها من يعني حتى اليوم أصبح في مجالات كثيرة يعني في السينما في الصناعة كلها تعتمد على التكنولوجيات من المفروض أنه اليوم نستغل الطاقات الموجودة في الجامعة يعني صناعة المحتوى محلية صناعة هذه الحلول محلية ولما لا راح تكون أيضا في مرحلة تانية تصديرها لأنه ما كيش حاجة يعني مش حاجة سهلة كما تصدير الخدمات الرقمية اليوم أصبح فيه ما يسمى بالاقتصاد الرقمي اللي يشكل تقريبا ربع ناتج الخام العالمي يعني أكثر من 25 ألف مليار تأتي من الاقتصاد الرقمي وبالتالي من خلال هذه الأرقام اللي تتلمن عليها في تكنولوجيات الأنترنت راح يمكن اليوم للشباب الجزائري خاصة خارجية الجامعات خارجية مركز التكوين أنهم تكونهم يعني بنا تحتية اسمح لهم أنهم يطوروا اليوم خدمات رقمية للمواطن الجزائري وحتى على المستوى الإقليمي والدولي لأنه ما في حدود في مجال التكنولوجية الرقمية نعم شكرا لك سيد عبد الرحمن هادف مستشار في التنمية الاقتصادية أعطيتنا يعني قراءة وحوصلة حول هذه الأرقام الخاصة بتطور مؤشرة الاتصال لدى الجزائريين مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا لختم برنامج السعال الاقتصادية في أماني ترجمة نانسي قنقر